الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم أحسن الله إليكم وردتنا هذه القصة يا شيخ أن موسى عليه السلام لما دفن أخاه هارون عليه السلام ذكر مفارقته له وظلمة القبر فأدركته لا تصح هي قصة موضوعة عن نبي الله موسى لا تصح هذه القصة لا تصح لا تصح ولم تثبت لا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن موسى ولا عن غيره من الأنبياء هذه القصة لا تصح وكونها والله تتخذوا وسيلة لتخويف الناس من عذاب القبر والتذكير لهم بظلمة القبر فعندنا من الأحاديث الصحيحة والنصوص القاطعة ما يكفي القلوب الصادقة المؤمنة ومن لم تكفي النصوص الصحيحة فلا كفاه الله عز وجل فلا داعي للاستدلال بمثل هذه الأمور الباطلة والنقلات الواهية الموضوعة يعني على أمر قد كثرت فيه الأدلة عندنا ففي الصحيح غنية عن تلك الأحاديث الضعيفة الواهية الموضوعة والله أعلم